رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان المنبر السنة والرد على الزنادق والزنادق دير طبعا الناس البيانكر السنة لان كده لابد نبين حالهم أولا نقف مع السنة ما هي السنة السنة لقة هي الطريقة المراد بها الطريقة قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعنا سننا من كان قبلكم ومعنى السنة عند العلماء والفقهاء والمحدثين هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات وبعضهم زاد عليها أو صفة يعني كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال ودي السنة القولية والأفعال أو تقريرات أقراها النبي صلى الله عليه وسلم طيب في سؤال هل يمكن أن يستغني العبد المسلم عن السنة ويعتمد على القرآن فقط لا يمكن لأسباب السبب الأول إن السنة وحي من عند الله عز وجل قال تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي يوحى فكما أن القرآن منزل من عند الله عز وجل السنة أيضا من عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي فالإنسان ما ممكن يستغنى عن السنة يقول بس القرآن ومن الأسباب أن السنة حق فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء فقالت قريش كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو بشر يرضى ويقضب قال فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فآمى إلى فمه وقال أكتب فوالله أو فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا فما ممكن تستغنى عن السنة ومن الأسباب إن السنة موضحة للقرآن قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر والذكر معروف القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم يعني القرآن يحتاج إلى توضيح والسنة مفسرة للقرآن مثال قال تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الآية لما نزلت شق الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه في زول ما ظلم نفسه لأنه أخذوا بعموم الظلم لأنه جاءت في الآية نكرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم وضحه قال لهم ليس ذاك ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عشان ما يجيك القرآنيين والجماعة دالك الضابين ما عندهم علاقة بالقرآن دال طائفة من الناس البنكر السنة زنادقة يقول لك نحن القرآن بس وكضابين ما عندهم علاقة بالقرآن والرد عليهم واضح جدا تقول لهم أنتم مش قدتوا قرآنيين يقول لك نعم نحن قلنا قرآنيين جيبوا لنا آية واحدة في القرآن قالت ما تأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مش قالوا قرآنيين وبيأخذوا بالقرآن جيبوا لنا آية واحدة بس في القرآن قالت ما تأخذوا بسنة الرسول بل القرآن دل على السنة في آيات كثيرة قال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وربنا قال وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ دَالْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةِ دِالسُنَّةِ وَالنَّاسِ الْبِيَنْكِرُوا السُنَّةِ بِتَلْقَاهُمْ بَرْضُ بِيَنْكِرُوا الْقُرْآنِ أصلا هم غَرَدٌ مَا إِنْكَارَ السُنَّةِ إِنْكَارَ الدِّينِ كلُّهُ وإنكار القرآن لكن لو جوا للناس قالوا لهم يا أخوانا كذي القرآن ده فيه مشاكل وفيه آيات وكلام زي ده الناس ما بيقبلوا بيقوموا بيجوا خاشين عن طريقة السنة زي ما عمل الترابي عشان الشعبيين يسخنوا في خط الراية مجرد ما العنوان يكون السنة الشعبين ما بينكروا السنة مستهبلين طوالي بتلقاهم جاهزين أنا أتمنى إنهم يكونوا جاهزين ما يجيين الشعبي بعدين هنا خاشي يقول لنا أكلتوا طعميتنا إتا معنا كيسك فاضي بنقول لك ما دايرين طعميتكم وتاني ما بنأكلها عشان كده شعبيين تعالوا ناخشونا بعلم هنا ما تجي دقول لك التطعميتنا وما عارف جيب فكر الترابي كله بيجاج الترابي بدأ إنكر في السنة النبوية حديث الزبابة وجرى بيغادك وتلب بهناك بعد شوية بيقى إنكر القرآن قال ليه شهادة المرة الواحدة أو شهادة المرتين تعدل شهادة رجل واحد الكلام دا وين؟ في القرآن ربنا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة دا ما القرآن يا جوج ما جوج وين؟ ما في القرآن الداب دا وين؟ في القرآن عشان تعرف الجماعة اللي بيعملوا لك فيها نفس قرآنيين ونحن بناخذ بالقرآن وما دائرين السنة هم ما دائرين القرآن أصلا وبشككوا في القرآن وبشككوا في السنة وعندهم حركات يعني أو مبررات واهية يقول لك يا أخي الآية دي ما بتخش العقل دا أول حاجة يقول لك دا تعال دقيقة الآية دي نحنا نقيسة بعقل منه؟ دا سؤال الزولة اللي بيقول لك الآية دي ما خش العقل ولا الحديث دا ما خش العقل هم ما بينكروا السنة يقول لك الحديث دا طبعا ما خش راسي عشان كده معناه الحديث دا ما بناخد به أول حاجة يقول للحديث دا ياتوا عقل يقول لك عقل آنا طيب نحن ذاته ما عندنا عقل ليه نحن نمشي بعقلك إنت يقول لك يا أخي الحديث ده يعارض القرآن يقول لك الحديث ده يعارض القرآن أول حاجة يا شباب ما في حديث صحيح يعارض القرآن ليه لأن القرآن من عند الله عز وجل والسنة من عند الله ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما في حديث صحيح بعارض حديث صحيح فالجماعة ده يقول لك الحديث ده بعارض القرآن زي ما قاله بكر عبد الرازي لما انجابوه في مناظرة مع دجال الفتحات في التلفزيون والناس حضروها وذاك شغال له إني أعلمها من قبل طيب إنت لو بتعلمها ما تقوله إني أعلمها ده ما عنده أي موضوع شغال تفتيف بس شباب مسمينه قال شيخ تف أنا رأي لكم أحذف شيخ وسمه التف فالزول ده جابوا له بكر عبد الرازي وده مجرم كبير قال حد الرجم في السنة يعارض آية من سورة النساء ربنا قال فإن أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال فإن أحصنا يعني اززوجا فعليهن نصف ما على المحصنات قال نصف ما على المتزوجات وإنت قدت في السنة إنه المتزوجة إذا أزنت بترجم كيف تقول نصف ما على المحصنات والقتل قال لا يتنصف أول حاجة نقول للآية دي ما بتعارض الحديث لكن عارض انت كيف أول حاجة معنا الآية ما كده ربنا قال فإن أحصنا يعني اززوجا والآية بتتكلم عن الإماء يعني الغير حرة فإن أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ومعنى المحصنات هنا البكرى الحرة معنى المحصنات هنا يا شباب ركزوا معناها البكرى الحرة وما أي محصنات في القرآن معناها المتزوجة بدليل بداية الآية ذات الزول دا لو قال إنه أي محصن في القرآن معناها المتزوجة بتورط لأن ربنا فوق في بداية الآية قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لو قال المحصنات بمعنى المتزوجات معنى الآية بكون شنو ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المتزوجات وهل ربنا يأمر الناس أن يزوجوا النسوان المتزوجات والكلام ده في القرآن موجود داك عامل فيها نفسه فاهم ربنا قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في آية واحدة الساعة الأولى الغيامة الساعة الثانية المدة الزمنية وربنا قال وادكر بعد أمة وقال إن إبراهيم كان أمة وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وقال وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَآتُوا الزَّكَاءُ ربنا أمرنا في القرآن إننا نصلي طيب هل في القرآن في عدد الرقعات؟ هل في القرآن في أوكاة الصلاة؟ دا موجود في السنة عشان كده ربنا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم عشان كده جاء جماعة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قالوا نحن قرآنيين قال ناظرهم قال لهم الله عز وجل أمرنا أن نصلي فهل تجدون كيفية الصلاة في القرآن؟ وفي صحيح الفقيه والمتفقه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان جالساً ويحدث أصحابه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل دعونا من الحديث وهاتوا القرآن فعبد الله بن عمر عرف طوالي إنه عنده استخفاف واستهوان بالسنة قال لي يا أحمق هل تجد في القرآن كيفية الصلاة؟ أو تجد في القرآن كيفية الزكاة؟ وبدأ يعدد له حتى قال القرآن أجمله والحديث بيّنه ربنا قال والسارقة 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 فاقطعوا أيديهما ده في القرآن طيب أي زول بسري؟ بقطعوا ليد طوالي؟ ما في إن المال بلغ النصاب ما في أحكام تانية؟ الأحكام دي موجودة في القرآن ربنا قال موجودة في السنة ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طيب يا أخواننا الزكاة دي نحن نشيل من منه؟ من أي زول؟ بس مسلم نقول لدي بس زكاة ومغدار كم زاته؟ في السنة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال لهم إن الله افترض عليكم صدقة تأخذ من أغنيائكم وترد إلى فقرائكم يعني الزكاة يشيلوها من الغني والدول الفقير كلام ده ما فيه إلا في السنة شاء الله جماعة ما يقول لك نحن غرآنيين الزكاة دي نطلع كيف؟ نديها من ذاته الزكاة دي نصاب كم؟ الزوال عنده قروش نصاب كم؟ وطوال مما بلغ النصاب يزكي ولا إلا يحول عليه والحول زكاة المال خمسة وثمانين جرام من الدهب ده النصاب فيها ربع العشو زوال عنده إبل مثلا دائر زكية عنده ثلاثة من الإبل هل عليها زكاء؟ ولا ما عليها زكاء؟ نصاب كم ذات الإبل دي؟ لما انتحصل كم؟ ولما انتحصل النصاب يطلع منها شنو؟ الإبل لما انتصل خمسة يطلع منها شاه لما انتصل عشرة اثنين لما انتصل خمس طاجر ثلاثة لما انتصل عشرين أربعة لما انتصل خمسة وعشرين يطلع منها بنت لابون أو بنت مخاط بنت لبون دي بعد داك لما انت حصل ستة وتلاتين الكلام دا وين الكلام دا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده أخواننا الإنسان لا يمكن أن يستغني عن السنة لأن السنة موضحة للقرآن وربنا أمرنا إننا ناخد بالسنة ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه عندهم اعتراضات تانية في رأسه الجماعة اللي بينكروا السنة ذيل اعتراضات تانية يقول لك يا مولانا السنة دي فيها صحيح وفيها ضعيف كيف نحن ناخد بالسنة يا أخي في تعريف السنة كل ما ثبت يعني صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما بتأخذ الضعيف بتأخذ الصحيح وكون إنه العلمة يتوصلوا لأن السنة دي فيها حديث صحيح وفيها حديث ضعيف ده مما يدل إن السنة محفوظة عرفت كيف؟ فإذا تزول جناقش قال لي يا أخوانا إنتو استذليتوا بالحديث الفلاني ده والحديث الفلاني ده حديث ضعيف طيب ضعيف ليه؟ جبت قلت لأنه في وراه الفلاني كذاب وضعف من الزهبي وضعف من من العلماء وعلت الحديث وقلت كلام دي ده ما في مشكلة لكن كونه يجي يقول ليك ما في سنة إننا ما في ما بناخد بالسنة وغير من الكلام فأهم معلومة إننا نفهم إن الإنسان ما ممكن يتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندخل الآخر أبو عزة